تزخر العاصمة السعودية الرياض بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية المرتبطة بنشأة المملكة العربية السعودية ويأتي معرض تاريخ الدولة السعودية في مقر وكالة الأنباء السعودية واس جامعا لتفاصيل مهمة من تاريخ الدولة السعودية من خلال تجربة تفاعلية مرئية ومسموعة وتسعى المملكة العربية السعودية إلى التكامل بين مؤسساتها في تثقيف وتوعية الجمهور بمختلف شرائحه من أجل نقل المعرفة للجميع الزميل فيصل حسين زار وكالة الأنباء السعودية وحيلة ريف بمدينة الدرعية التاريخية وأعد لنا هذا التقرير بتجربة بصرية وسمعية وبنافذة تطل على الماضي وصولا إلى الحاضر أتت فكرة معرض تاريخ الدولة السعودية بمقر وكالة الأنباء السعودية واس في الرياض بوصفه مبادرة من الوكالة انطلاقا من دورها الإعلامي الوطني وتعزيزا لرسالتها التثقيفية والمعرفية وصمم المعرض برؤية تشمل مختلف المراحل التاريخية للدولة السعودية وفق مسار زمني متسلسل المعرض يستهدف الجمهور من مختلف شرائح المجتمع كما تستمد منه وسائل الإعلام الأجنبية والوفود الرسمية الزائرة وأعضاء السلك الدبلوماسي تصورا أشمل لمراحل تاريخ الدولة السعودية حقيقة فكرة المعرض زي ما شاهدتوا اليوم هو أنها تقدم مواهد إعلامية بقوالب مختلفة وبطريقة مبتكرة وكانت الفكرة عندما تتكلم عن مشروع زي أو عن موضوع كبير جدا ويكون بالوسائل التقليدية من الصعب إيصال الرسالة فكانت فكرة أن يكون هذا المعرض ثقافي إعلامي توعوي ويستقطب ويستهدف كل الشرائع فكرة المعرض هو جزء من كل المعرض هو يقدم أو يجسد تاريخ المملكة العربية السعودية خلال 300 عام میں تشكل الدرعية اللي خلينا نطلق عليها جوهرات المملكة وهي عاصمة الدولة السعودية الأولى ومستقر الأسرة المالكة ومنها انطلقت الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون وتولت حقبات زمنية وظلت الدرعية بالنسبة لأمملكة العربية السعودية كرمز تاريخي لأصالة الدولة السعودية حقيقة نقوم هنا بتوظيف المجسم عبر توظيف تقنية الضوء تقنية الإسقاط المرئي بحيث تبرز الملامح الرئيسية الدرعية بقصر سلوى وحي الطريف التاريخيين التجربة الثقافية والتاريخية في المعرض التاريخي الذي تقيمه وكالة الأنباء السعودية احتوى عديدا من التفاصيل من تاريخ الدولة السعودية ومراحل تطورها والآن ننتقل إلى الدرعية وفي رحلة لمتحف في الهواء الطالق وفي مدينة الدرعية التاريخية وتحديدا حي الطريف التاريخي الذي يعد أحد أبرز الأحياء السكنية المبنية بالكامل من الطين على طراز النجدي العريق هذا الحي التاريخي يعد أحد المواقع المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي ومقر الأسرة الحاكمة من آل سعود خلال حكم الدولة السعودية وماضي الدرعية غني وحافل باللحظات البطولية والمهمة والتي بدأت منذ هجرة مانع المريدي في القرن الخامس عشر الميلادي لتأسيس الدرعية وامتدت إلى إقامة الدولة السعودية الأولى في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر